شكرا لك جومانا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس السيسي عن شكره وامتنانه للروح الشهيد مؤكدا العزم على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قادة قوات مسلحة عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطوي بمناسبة يوم الشهيد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية حلم شباب برنامج كابتانو مصر بتشريف سيادته المباراة النهائية كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس الصيني تشي جانبينج لتهنئته بمناسبة أعدة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالتغفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار كما أشهد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين معربا عن تطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنصيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل وأكد الرئيس السيسي ثقته في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدا من التطور الإيجابي في سنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين الدليل شاي جينج اليمينة الدستورية رئيسا جديدا لوزراء الصين خلال اجتماع السنوي للبرلمان وحصل شاي جينج على تأييد 2936 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وأمتنع ثمانية عن التصويت وكان الرئيس الصيني شي جينبي قد رشح رئيس الوزراء الجديد للمنصف في وقت سابق ليقع على عطقي إدارته ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وخلال اللقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة شدد الرئيس التونسي على أن سيادة تونس الوطنية تأتي فوق كل اعتبار مشيرا إلى أن هناك حملة وصفها بلع الشوعاء تتعرض لها أصل تونس كما أكد أن تونس دولة تقوم على المساواة نافيا وجود تمييز عنصري في بلاده تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندر لاين بتقديم الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا طالما احتاجت إليه وفي بيايا أن مشترك عقب اجتماع بايدن والمسؤولة الأوروبية بحث خلاله الأزمة الأوكرانية أكد الجانبان الالتزام بتوفير وحجة الدعم الدولي بما في ذلك القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ومساعدة وتدريب العسكريين الأوكرانيين أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة بعد أن اكتحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة وقالت الشرطة أنه تم إجلاء 53 من سكان إحدى البلدات منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي وظل نحو مائة من السكان في البلدة وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص حيث تتوقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ضروتها الأحد ورياضيا حصد المنتخب الوطني لجود تسع مدليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة للشباب المقامة في تونس التي تتنافس فيها 21 دولة وأوضح رئيس الاتحاد المصري للجود أن البطولة كانت قوية للغاية واستطاع المنتخب الوطني أن يحقق نتائج متميزة لا فتن إلا أنه يجري حاليا الاستعداد والتجهيذ للأحداث والمصابقات المقبلة وأوضح أن هذا الجيل تم عدده وتجهيزه لإعتلاء منصات التدويج في كل البطولات القرية والدولية ختم مجاز التاسعة فاصل وأوض لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر